أهلا من جديد صباح الخير لكل المشاهدين معرض الكتاب الدولي الآن في العاصمة عمان وفعالياته كثيرة وخصوصيته هذا العام أنه ضيفة الشرف أو الدولة ضيفة الشرف في معرض الكتاب الدولي في عمان هي فلسطين الجميلة الحبيبة الشقيقة بالتأكيد لأنه هي ضيفة الشرف لهذا العام هناك الكثير من المثقفين والمعنيين بشأن الثقافي والكتاب وشعراء هم ضيوف على هذا المعرض منهم ضيفنا لهذا الصباح الأستاذ سامح خضر وهو مدير متحف محمود درويش في فلسطين رام الله وضيف على هذا المعرض أهلا وسهلا فيك أستاذ سامح أهلا فيكم وشكرا للأستاذ مرحبا يعني إحنا منقول أنتم مش ضيف أنتم هيك جزء من المشهد الثقافي الأردني وإحنا جزء من مشهدكم دائما في هذه العلاقات الطيبة بين خصوصا مش بس الشعبين المثقفين أيضا الأردنيين والفلسطينيين بكل تأكيد وبجوز تجربتكم في متحف محمود درويش هي خير مثال أنه كثير من طموحات المثقفين الأردنيين هم يكونوا دائما موجودين معاكم في المتحف بكل تأكيد أولا زي ما حكيتي أنه فلسطين ضيف الشرف في مهرجان أو معرض الكتاب هذا العام في الأردن وهذا المعرض تحديدا يحظى بعاية ملكية من صاحب أسمو جلالة الملك عبد الله الثاني وأيضا هناك حالة من التواصل بين التواصل الدائم ليس فقط خلال معرض الكتاب ولكن على مدار العام الكثير من الوفود تتبادل الزيارات الكثير من المبدعين الأردنيين سبق واستضفناهم في متحف محمود درويش لحرصنا أولا على فتح فلسطين على وجهة المشهد الثقافي العربي وأيضا تعميق الامتدادات العربية داخل فلسطين من خلال مجموعة من الندوات والأمسيات لمبدعين من الأردن محمود درويش عم بعمل هذا الدور كتير صحيح نقف اليوم بفلسطين كرئة ثقافية للمجتمع الفلسطيني من خلال الأمسيات والنشاطات التي ننظمها المتحف موجود فعلا للاحتفاء بمحمود درويش والترويج لإرثه وقيمه التي روج لها في أعماله ولكن أيضا نهدف إلى صناعة محمود درويش جديد وصناعة غسان كنفاني جديد وناجع علي جديد وفدوة وقان جديدة لأن الصراع هو صراع الهوية بالأول والآخر وأيضا محاولة لفتح أفاق أمام كل مبدع وكل صاحب فيك للتعبير عن ذاته وتقديم إبداعاته للجمهور دون أحكام مسبقة الجمهور ومن يحكم على هذه المواهب وهذه المرصية نتصال لتبادل والتفاعل مع المثقفين وبتحس في نكهة خاصة أن الواحد يوقع كتابه أو يعمل أمسية في متحف محمود درويش لخصوصية العظيم الراحل محمود درويش معارض الكتاب ورأيك أستاذ سامح بأنه يكون فيه دائما معارض للكتاب في الدول العربية خصوصا بجوز أنه نتهم بأنه نحن شحيحي القراءة بشكل محزن هذي بتفاعد معارض الكتاب على أنها تعمل حراك أو تلاقي أنه لا بالعكس لازم نكون عندنا هذا الشيء الموسمي لازم نكون فيه دائما حراك اللي بيع الكتب وقتناءها بشكل مستمر يعني أعتقد أنه معارض الكتاب في أي بلد عربي هو فرصة أولا للإطلاع ليس فقط على كل ما هو جديد من إصدارات ولكن أيضا فرصة لمحبي القراءة لإطلاع على بعض الأعمال التي تصدر في دور النشر قد تحول الجغرافيا دون اقتناءها وبكل معارض كتاب هناك أهمية أخرى ليس فقط على مستوى القراءة ولكن أيضا على مستوى الندوات الفكرية التي تقام على هامش المعارض شخصيات لقل من الواحد يحظى بأي فرصة للاستماع لها ولقاءها ومنقشتها في أجواء ثقافية تشجع على الاستماع لوجهات نظر مختلفة والإطلاع على تجارب إنسانية وتجارب فكرية وأدبية كبيرة خلال معارض الكتاب خلال المعارض طبعا هناك مجموعة كبيرة من دور النشر تنخرت في الترويج للكتب والبعض يقتني هذه الكتب وأعتقد أنها فكرة بحاجة إلى تعميم أن يكون هناك معار دائم للكتاب في كل بلد عربي للتشجيع على الكراءة نحن اليوم في مواجهة الاستهداف للوضع العربي بشكل عام والعالم العربي بشكل عام الثقافة هي الحجة نحن بحاجة أن نمارس دور تنوياريا أكبر خلال الفترات القادمة لحفظ أبنائنا وحفظ مجتمعاتنا من الأفكار الراديكالية والمتطرفة التي يمكن أن تتسلل نتيجة لجهل أو لوعي داخل مجتمعاتهم تالي القراءة أو الكتاب هو الحصن الأول بالفعل ويبدو أنه السلاح الأنجع الأفضل في مواجهة كل ما نتعرض له من الفكر المتطرف الإرهابي والأفكار الراديكالية كيف شايف استضافة فلسطين كضيف شرف والبرنامج الذي أعد من مجموعة المثقفين الموجودين الآن في ضيافتنا وأنا أعرف العلاقات لهذه الدرجة حميمية أنتم دائماً في صديق يستقبلكم هنا دائماً أنتم تستقبلوا صديق هناك هذه العلاقات لهذه الدرجة جميلة وانت محدش ما بيلاقي بيت يستقبلوا في الأردن وأهل الأردن المثقفين ما بيلاقي صعوبة في أنه في بيت يستقبلهم أيضاً في فلسطين بكل تأكيد أولاً نحن نتعامل كفلسطين ضيف شرف من ناحية الاسم فقط ولكن من ناحية فعلية نشعى أننا من أصحاب المكان ومن أهل البيت كما نقول بالدرجة لا أحد يتعامل معنا أبداً كأننا ضيوف أو على أننا ضيوف والكل يتعامل معنا كما تفضلت بكثير من الود والكرم والاحتفاء الأحياناً مبالغ فيه لعلاقات إنسانية تمتد ليست ناشئة نتيجة لمعرض الكتاب وإنما تمتد لسنوات طويلة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وأنت ترحيقوا مبالغ فيه بالمناسبة لأننا جربنا كلنا حتى فريق برنامج يوم جديد كثير شعرنا بأنه لهذه الدرجة ترحاب وحميمية في الاستقبال هذا ينطبق على متحف محمود دارويش أيضاً كلمة طبعاً رحنا وزرنا هذا المتحف وعملنا أكثر من تقرير عن هذا المتحف الرائع الجميل اللي عن جد بمقاييس عالمية عم بيكون كمتحف وفي هذا طبعاً كل يعني مشاعر الحنين والدهشة بأول شيء يعني قبر محمود دارويش هناك ومقتنياته الشخصية وأنا شفت فيه ناس حتى أجانب عم تيجي يعني هذه فرصة بجوز نحكي أستاذ سامح عن هذا المتحف وشريت تعريف للناس اللي ما بتعرف متحف محمود دارويش في رمال الله كل تأكيد كما قلت المتحف أنشئ بمارسومة إياسة من سيادة رئيس محمود عباس وكانت الفكرة من إنشاء هذا المتحف كما قلت ليس فقط الاحتفاء بمحمود دارويش وإرثه ولكن أيضاً في صناعة محمود دارويش آخر نحاول تسليط الضوء من خلال محمود دارويش لتسليط الضوء على كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني كون محمود دارويش نموزجاً للإضطهاد الذي نتعرض له والتنجير والتنجير كونه ولد في قرية دمرت بالكامل في العام 48 تعرض للاعتقال أكثر من مرة فؤدت عليه الإقامة الجبرية وبعد وسقطت عنه هويته وجنسيته وعاد للمرة الأولى بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 95 فنحاول أولاً تسليط الضوء على إسهامات محمود دارويش ليس فقط في المشهد الثقافي الفلسطيني ولكن أيضاً في المشهد الوطني كونه الشاعر الذي صاغى وخطى وثيقة إعلان استقلال فلسطين التي ألقاها رئيس راحل أبو عمار في اجتماع المجلس الوطني بالجزائر في الدور 19 بالعام 88 والتي نحتفي من ذلك الوقت بعيد استقلال فلسطين على أمل أن يكون ذلك حقيقة واقعاً في يوم الأيام طبعاً المتحف يضم مجموعة من المقتنيات التي تسلط الضوء على أبرز المراحل في حياة محمود دارويش أوامر الإقامة الجبرية التي فرض عليه الحاكم العسكري لمدينة حيفا شهاداته في الصفوف الأساسية بمدرسة ذكور البعنة بدير الأسد مجموعة من المقتنيات الشنطة الأخيرة التي استخدمها في صفرته ومكتبه في زاوية محددة وضع عدد من الجوائز التي حصل عليها محمود دارويش على طراب من قرية البروي القرية التي ولد فيها محمود دارويش جزء من هذا الطراب غطية في محمود دارويش بقبر والجزء الآخر تم بناء شكل طيني على شكل الخابية في البيوت الفلسطينية القديمة وضعت عليه عدد من الجوائز بالإضافة إلى تمامارياً هو المتحف على شكل كتاب طبعاً التصميم صممه المهندس جعفر طوقان نجل الشاعر إبراهيم طوقان وصمم على شكل كتاب مفتوح وعنوان الكتاب داريح محمود دارويش وإنت من أول ما تفوت بتحط إيدك على قلبك لأن أول شيء موجود القبر بعدين بتفوت صوت محمود دارويش في كل المتحف بشكل مستمر وهو يلقي أشعاره بعدين مقتنياته الشخصية بعدين بتطلع بسوبنير لطيف من هذا المتحف فالمتحف عن جد بمقاييس عالمية وجميل هذا يفسدنا وأهم من وجود بناء هو الدور الذي يحاول المتحف أن يقوم به في أوساط المثقفين والمبدعين هذا كثير والاستدامة اليوم نعمل على الخروج من المتحف باتجاه مدن فلسطينية أخرى ليس كل فلسطيني خصوصا في ظل القيود المفروضة على الفلسطينيين من ناحية إغلاقات وحواجز عسكرية إلى آخر أصبحنا اليوم نؤسس لشراكات مع مؤسسات ثقافية وفعليات ثقافية ونوادي للقاءة في الجماعات نذهب إلى الجمهورة ننظم ورشات كتابة إبداعية ورشات فنية في المدارس الثانوية أو في الجامعات لنصل الجمهورة أحيانا يصلنا ضيف نأخذه بأمسية في المتحف وبعد ذلك ننطلق به إلى الخليل أو إلى بيت لحم أو تول كرم أو نابلس عملكم ضيف من كل الوطن العربي تقريبا من هو متاح لهم خلال الفترة القادمة سنكون على موعد مع عدد من المبدعين من الأردن سيكون ضيفا علينا إن شاء الله الدكتور زياد أبو لبن رئيس صحابة الكتاب والأستاذ نديم عبدالهادي القاس دكتور إبراهيم السعفين وعدد كبير من المبدعين يعني يسعدنا أن يكون متحف محمود دارويش بوابتهم إلى فلسطين إلى أهلهم يعني نريد أن نرد هذا الاحتفاء الذي نقضى بالآن يعني أكيد أكيد رح تظل هذا الجسر موجود بين فلسطين وبين الأردن بالتأكيد وفعلا يعني هو ضيفة شرف فقط كأسم يعني فقط في هذا المعرض ولكن أنتو ضيف دائمين وأعزائي يعني حتى أنا بعرف من باب الطرافة يعني مثقفين أو أي ضيف بيجي من فلسطين مرات بيخفي أنه جاي حتى ما يستلمو أرايبه اللي هون خالتي وعمتي وابن عمي بيكون يا دوب بديوا يعد له يومين فبتحاول يتملص من شوية تفاصيل عائلية هلأ برنامج العمل لحضرتك أستاذ سامح يعني أنا أشارك في معرض الكتاب بشق كمدير لمتحف محمود دارويش في ندوة تتحدث عن واقع المتاحف في فلسطين سأكون برفقة زملاء يمثلون متاحف أخرى متحف التاريخ الإسلامي ومتاحف منوعة سواء متحف الشخصيات أو متحف التاريخ وسنتحدث عن أثر المتاحف في بناء مشارث ثقافي فلسطيني وهذا الواقع ما تتعرض له المتاحف اليوم كونها أيضا خط الدفاع الأول ومستودع الذاكرة الفلسطينية لكل ما نتعرض له من اتهاد إلى آخره بالإضافة على هامش هذه المشاركة أيضا سيكون حفل توقيع لروايتي الجديدة الصدر عن دار الأهلية الموتى لا ينتحرون غدا إن شاء الله والندرة ستكون يوم الأربعة في تمام الخمسة مساء توقيع الرواية غدا إذن إن شاء الله ستكون في معرض الكتاب الدولي في على طريق المطار أريد أن أشكرك كثير أستاذ سامح على وجودك معنا أتمنى لك باقي إقامة لطيفة في الأردن إن شاء الله وعودة سالمة إن شاء الله لفلسطين سلامنا أكيد لازم توصل له لهالأرض الجميلة وللشعبها الرائع نحن نريد أن تيجي تسلمي أنه من ذلك أكيد أكيد كل ما أتيحت الفرصة سنكون موجودين معكم شكرا جزيلا أستاذ سلام شكرا